بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل محاضرات نفايات الصلبة وهنتكلم اليوم على الموتشا كونتينت سوليد وصل النفايات الصلبة الموتشا كونتينت يقوم بتحديد موتشا كونتينت يعني اخد العيانة وباشوف نسبة الرطوبة فيها وطبعا بنا نقدر نحدي نسبة الرطوبة سهلة جدا يبقى اللي يسميها الويت ماس ميسودز وده انا بعمل ايه؟ باخد العينة اللي عندي اوزنها قبل واوزنها بعد ما تحمل واطرح الفرق بين الاتنين يقدر يديني كمية الرطوبة قد هي لو سمتها على الكمية الاصلية يقدر يديني نسبة الرطوبة قد ايه؟ وبالتاني نقول مثل موتشا كونتينت موتشا كونتينت موتشا كونتينت موتشا كونتينت موتشا كونتينت وبالتاني البلاستيك 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 الخشب خمسة ثم وهى العينة وهى مبللة او كانت العينة كاملة لما جففناها تأتيت اصبحت 4.5 البيبر اصباح اتنين واربعين وهكذا. بنيجي نشوف ازاي نحسب النسبة. فبنقول عندنا انه علشان احسب الموتشار كونتنت بقول خمستاشر. مثلا لو خدت الفودوست يبقى اطبق القانون بتاعنا. خمستاشر مقاس اربعة ونص على خمستاشر. هيديني النسبة بتاعتنا سبعين في المية. كزاك لو بيتم البيبر يبقى خمسة واربعين مقاس اتنين واربعين ونص على خمسة واربعين يديني ستة في المية. اوكي. طب انا في النهاية في النهاية لو احنا دمعنا النسب بتاعتنا اقدر احسب ليه العينة كلها وتبقى عبارة عن الكمية اللي كانت عندي للعينة كلها انا عندي 100 وعندي الكمية بعد التكفيف اصبحت 79 يبقى بالنسبة للتوتل سامبل هتبقى عبارة عن 100 نص 921 في المية. يبقى احنا شفنا نسبة الرطوبة في كل عنصر وشفنا نسبة الرطوبة للعينة كلها في المثال اللي احنا بنخيل له ده او اللي حللنا ده. من ضمن الحاجة اللي اتكلمنا عليه هو الاستميشانز دينيستي اف صوليد ووست سامبل. اذن انا احدد كسافة الصوليد ووست. برضو مثال تاني يوضح هذا الكلام استميشانز دينيستي تحت ما عايفين انه الماث هي عبارة او الدينيستي عبارة عن مس على فالمعطيات اللي عندي مديني الكوبوننت مديني الويت ماس مديني الـ typical DNS بتاعتها ومديني الـ volume بتاعها. فلما نيجي الـ food وست اده 15 واده الـ typical DNS بتاعتها 5.92 وفي الـ volume بتاعنا موجود يبقى عندنا الـ volume component عبارة عن الـ component لو جاءنا على سبيل مثال 15% يبقى الـ mass بتاعت الـ food وست الـ 15 في 1150 كيلوغرام. لو جاءنا في الـ volume قدامنا 290 اقسم الـ 2 على بعض يديني 52 من 100. اذا رجعنا للجدول تاني زي ما قلنا هتلاقي الرقم ده انت بتحسبه ودي طريقة الحسابات اللي احنا شفناها بالطريقة البسيطة اللي قدامنا دي. نستكمل المحاضرة القادمة باقي محاضرات النفايات الصلبة.